في الصحة الإنجابية لدى الرجل احنا نكلم على موصفات للحيان المنو تمام فيه موصفات للحيان المنو التي تكون موجود تمام يعني كمية السائل لا تقل عن ملي ونص العدد الحيان المنو لكل ملي لا يقل عن 15 مليون لكل ملي تمام الحركة لا تقل بالإجمال عن 40% تمام تعالى بدأ ما نخوض فيها كلها نقول بشكل ظريف جدا ممكن واحد يكون وهو شاب العدد الحيان المنو بتاعه 80 مليون تمام ولما وصل سنة الخمسين نتيجة انخفاض هرمون الزكوري ناخد انخفاض معدل غدد في الخصية اللي بتفرز حيان المنوي اللي هو طبيعي ينزل حيقل لحد كام 50% بـ 40 مليون ما زال في الحدود الطبيعية اللي ممكن يحصل إنجاب وعشان كده لما حتى تقدم في العمر نسمع ان هو تقدم في العمر عنده 70 سنة وقدر يخلف بس هو في الأول ان هو كان هو عنده 20 سنة عنده أضعاف يعني هو في الأساس كانت الصحة الإنجابية بالنسبة للرجل ده في الفترة كانت قوية أو كانت بالنسبة للمعدلات اللي هي الطبيعية بالنسبة للشباب فبالتالي ما بقتش تحس إن هي في تأسر شبه كبير في الموضوع